إعلان لشركة بيبسي بعنوان خليك عطشان يفهم منه المشاهدون والناس أنه استفزاز أو تحدي من الشركة لمن يقومون بمقاطعة بيبسي وأيضا سيدة إعلانات على اليوتيوب وعلى إحدى القنوات التي ذهبت من قبل وصورت أمام معبر رفح تقول لا أنا لا أستطيع أن أقاطع أنا عندي عقود وعندي اتفاقات لا أستطيع أن أذهب إلى هذه المساحة أعطوني الدين التي عندها ثم تكلموا في ذلك ما دللت مثل هذه الإعلانات ومثل هذه الفيديوهات هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الناس فجئت بإعلان لشركة بيبسي للمشروبات الغازية بعنوان صورة كده وخليك عطشان الإعلان في مصر وطبعا في مصر المقاطعة لها حيز ومساحة كبيرة بحكم الأحداث الجارية في غزة وفلسطين هذا الإعلان جاء بعد مقاطعة شهور طبعا وخسائر فاديحة للشركات المقاطعة سواء مكدونالدز بيرجر بيبسي كوكاكولا وغيره يعني الناس حينما أعنات المقاطعة للشركات التي تدعم الاحتلال تضامنا مع أهلنا في فلسطين أخذت المقاطعة زخما كبيرا وهائلا فطبعا مثل هذا الإعلان ربما أحد يقول لك لا ده مأسود خليك عطشان يعني كلما تعتش كلما ستحتاج إلينا أكثر ويكون المشروب أكثر رطوبة وحلاوة لما يكون عطشان يعني إنك لما تجوع أو تأكل لكن الحقيقة الناس فهمت غير ذلك وببسي ليست شركة صغيرة ما هي شركة مبتدئة ولا هاوية ولا ناس محدودة لا يعني المفروض طبعا يعني لما تكتب إعلان ولما تعمل إعلان عندها ناس مهنية وإحرفية تحسن خطاب الناس تحسن توصيل الرسالة للناس لكن لما يكون بهذا الشكل وفعلا الناس تفهم أنه استفزاز أو تحدي أو كذا أو أنه مش فرق معهم فوارب بنسبة ليست قليلة أن يكون ده المعنى المقصود وارب بنسبة تانية أن يكون المقصود المعنى الأول اللي أنا ذكرته لكن إلى الآن لم يصحح ذلك ولم يوضح وحتى لو وضحت في النهاية برضو ستظل الموقف منها أنها شركة مقاطعة يعني بغض النظر الشركة هتوضح الشركة مش هتوضح الشركة هتقول لا ما نقصدش لا نقصد في النهاية الموقف منها المقاطعة هي وكل الشركات الممثلة طيب هل ممكن فعلا شركة بهذا الاسم براند يعني يتحدأ وارد وارد لإني انتبهوا لإني مثل هذه الشركات بيبقى عنديها من التوقح والتعالي على الناس يعني بنشوف لناس مؤيدة للنظام في مصر وعلى تويتر كم التعالي على الناس والاستفزاز والمراهنة على الناس لا تملك شيئا يعني المراهنة إن لا تملك فده وارد إن ممكن شركة بهذا الشكل يقوم مقصود به إن شركة غنية مش محتاجة الخسار مهما كان ستعوض يكفي علاقتها بالكيان يكفي إن هي مواقفها فده وارد مش مستبعد لإني الإنسان الذي يستحل أن يدعم من يقتل ومن يشرد ومن يدمر بهذا الشكل ويعلن عن دعمه إذا وصل به الوقاحة في الإعلان عن الدعم لمجرم يقوم بهذا الإجرام فلا نستغرب أو لا نتعجب إذا رأيناه يعلن عن إنه يحتقر من يقاطعه وزبونه لا لا تستغرب لأنه يعلم أن صاحب الموقف بالمقاطعة خلاص هو خسره فيريد من باب أن لا إحنا مش فرق معنا حاجة ولا يهز فينا شعره في نفس السياق الفيديو المنتشر لي سيدة بتعمل إعلانات وإني لا أنا مرتبطة قبل الأزمة وبعد الأزمة أنا عندي ديون واللي سديد للديون يتفضل طيب الأمور لا تحسب بهذا الشكل يعني لو قام إنسان بسداد الديون معناه حكمت على نفسك أنك أنت من صاحبة مبدأ من يدفع أكثر يشتري يشتري المبادئ والقيم يعني مش معنى تاني سيئة وهذا طبعا أكبر إهانة أنت وجهتها نفسك هذه الكلمات يعني أفهم للإنسان والله يا جماعة أنا كنت مضطر للإجراءة عملية وكذا ثم من أنت في عالم التمثيل وعالم حتى الإعلانات والكلام ده الفنانة سعاد حسني وهي نجمة يعني ما فيش مقارنة أصلا من الإساءة لها والتاريخة أنها أنقرنة وكانت مريضة ومرض موت عرض عليها من الصفارة الإسرائيلية في لندن إن هي لما الدولة المصيئة أعنات إنها لن تكمل مع العلاج فجاءها عرض من الصفارة الإسرائيلية في لندن ورفضت وقالت أنا من جيل لن ينسى ما فعلوه بنا في بحر البقر وفي غيرها مدرسة أطفال الابتدائية ضمروها ضربوها فده الناس اللي بترتبب بالمبدأ لو جاءك أمر منع سياسي لو هذه الشركات اللي انت مرتبطة بعمل إعلانات شاتمة السيسي هتعمل إيه هتنسي الديون وتنسي كل حاجة غضبن عنك ويعني ما انتش بمزاجك فحجك طبعا فارغة وهي لا تدل أبدا على المبررات التي تدفع للناس للإثناء عن المقاطعة والحقيقة بيكفي مثل هذه القضايا شرفا إن من يقوم بها هو إنسان صاحب إرادة وعزيمة لأنه لا يقبل الإهانة لأمته ولا لشعبه ولا لي البشرية خلاصة الأمر إعلان شركة بيبسي خليك عطشان الناس فهمت منه أنه تحدي واستفزاز للجمهر وهذا وارد ليس مستبعدا لأن المقاطعة آتت آثارا ليست سهلة ولا هيينة على شركات بيبسي وغيرها لأن هذا هو السلاح السلمي الوحيد الذي في أحد الأسلحة السلمية المهمة التي في أيدي الشعوب حتى لو خرجت شركة بيبسي وأوضحت وإن المأسوك كذا وليس كذا ففي النهاية نحن مستمرون على مقاطعة هذه الشركة وشركات الأخرى وكل الشركات التي تدعم هذا الكلام في إجرامه إذا كانت هذه والذلك ليس مستغرمة أن بيبسي تعملها لأنني أعلنت دعمها بكل وقاحة ووضوح فلا نتعجب أن هي تعلن بكل وقاحة ووضوح أن هي تتحدى الزبون لا نستغرب وفي نفس السياق رأينا ممثلة الإعلانات التي قرجت وقالت لا أنا وطبعا يبين لك هذا التناقض أنها بتتصور الدمعة بالرفح كمساعدات في المقابل أن هي بتجري إعلانات لشركات تدعم الكيان الأصل أن الإنسان لا يقاطع هذا وذاك تماما ادعى بأن والله يسديدوا لي ديوني وأنا ده طبعا يعني عفوا يجعل الناس تنظر إليك أنك إنسانة مادية المادة أهم شيء لا المبادئ أهم من المادة المادة الناس بتعيش ولذلك قال الحكماء قديما الأحمق يعيش ليأكل والعاقل يأكل ليعيش الأكل مجرد أسباب حياة لكن الحياة الحقيقية في الكرامة نصر الله عز وجل أن يحفظ كرامتنا وكرامة الجميع اللهم أمين أقول قل لهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة